كانت منطقة الجعفرية وعدد من المناطق المجاورة لها هدفا لقافلة طبية قادمة من محافظة الحديدة مجموعة من الأطباء قرروا الإسهام في تخفيف الألم وأنات المواطنين المنسيين إلا من أوجاعهم في هذه المديريات النائية والبعيدة في واحدة من أفقر المحافظات حيث تفتقر لأبسط الخدمات الصحية بادرة طيبة لأول مرة نسمعها في بلادنا كذلك ندعوهم لهذا الفريق أن يكون متكامل للمديرية كامل بشكل عام الآن استهدفوا جزء من المديرية حوالي 6-7 عزل الباقي أكثر من 7-8 عزل يرجو منكم أن تواصلوا الحملة هذه على مستوى المديرية كامل تفاقمت الأمراض هنا وتسببت الأوضاع التي تعيشها البلاد بمضاعفات لدى المواطنين من الفقراء الذين لا يستطيعون دفع تكاليف السفر إلى المدن الرئيسية وتحمل نفقات العلاج ولذلك كانت أكثر من عشر عزل على أطراف محافظة ريمة وجهة للحملة الطبية التطوعية غالبية المستهدفين من الأطفال والنساء الذين كشفت التحاليل الطبية أنهم يعانون من مشاكل صحية مختلفة قدم لهم فريق من الأطباء والأخصائيين عددا من الخدمات الصحية أبرزها معاينة المرضى وإجراء الفحوصات الطبية التي بدت أولوية قصوى بالنسبة للطاقم الطبي بالإضافة إلى تنفيذ عدد من العمليات الجراحية كما تطلب استكمال الخدمة الإنسانية تزويد المرضى بالأدوية الحملة المجانية تمثلت هنا بادرة أمل لدى المواطنين ومتنفسا جديدا للحياة